فيها التزان وهو دايما دي عدته يعني في المؤتمرات الصحفية دايما تصرحات واقعية النقطة اللي لمست أكتر مع الناس حتة الجمهور كلر في المباريات السابقة كلها مع النادي الأهل السعيد دايما بيلعب في حضور خمس تلاف مشجع لكن لأول مرة هيكون فيه العدد الكبير ده من الجمهور في أستاذ القاهرة تحديد أستاذ القاهرة وهو دايما كان بيطالب أستاذ القاهرة ملعب أن يجي لبتاعته أفضل حاجة وده مهم جدا للعيب الكورة لما بيتراش المية بيدي سرعة في الأداء مساحته كبيرة مش مساحته صغيرة عشان لو فرقة بتلعب على التكدس الدفاعي ما تعمل لكش تكدس دفاعي وراء لأ فيه المساحات يارف اشتغل فيها لكن هو يعني منتظر جمهور النادي الأهل بكرة يقول إن شاء الله يدعمونا من أول ثانية لآخر ثانية في المباراة لكن الحتة اللي عايز أقف عندها وجود محمد فخري في المؤتمر وده بدأ يفتح تكهنات كتير للناس النهاردة واكتهادات من نوع يعني ممكن يكون في بعض الخطأ شوي أول حاجة هو محمد فخري واحد من لعيب النادي الأهل في القائمة الأربعية فهو يحق لي إن يكون لعيبه متواجد أي لعيب مقيد في القائمة الأفريقية يحق لي إن يكون موجود في المؤتمر الصحفي لكن الناس تسألت طب محمد الشيناوي كان موجود قبل كده بيكون متواجد ده عمر السلية لعبة الكبيرة رمي ربيعة طب إشمعنا المباراة دي وبدأت الناس تروح لفكرة طب هل ممكن التصريحات ممكن الصحفين يسألوا أسئلة ممكن يعني عايزين نهدي الأجواء شوية فممكن يكون فيه تصريحات قوية شوية من اللعبة لا هو الأمر مش كده خالص هو الأمر ببساطة المؤتمر الصحفي كان معاده بالنهار كان الصبح ساعة تلاتة ونص عبل الفطار آه تلاتة ونص العصر وكان التدريب تعليلت المباراة النهاردة بعد الفطار بالليل فالنهاردة علشان ما جيبش اللعيبة الصبح تحضر المؤتمر وبعد كده عندها التدريبة النهائية بالليل ودخل اللعيب اللي هيجي في تعب لا يعني شاف أصغر لاعب وكان محمد فخري هو اللي وقع عليه الاختيار لأنه يكون متواجد وفضلوا أنه يريحوا اللعيبة الأساسية اللي هتكون متواجدة في المباراة بشكل يعني خلاص أساسي من وجهة نظر كولر تكون هي اللي مريحة للتدريب بتاع بالليل هو ده الأمر ببساطة يعني معلومة مهمة طبعا يا كابتن أسامة يمكن قفلت باب التكهنات أمام كل الناس اللي تسألت عن وجود محمد فخري يمكن بديلا عن شناوي أو غيره طبعا من اللعبين